كذلك زيارتنا طبعاً للمخيمات الرئيسية ثلاث مخيم الخازر ومخيم حسن شام وكذلك مخيم زيلة كان هذه المخيمات الثلاثة تحوي على ما يزيد على ستين ألف نازح من محافظة نينواء الأوضاع المعيشية صعبة جداً هناك شحة كبيرة بالمواد الغذائية بالمواد الطبية بباقي الخدمات الضرورية لإدامة الحياة طبيعي شحة بالكهرباء شحة بباقي الخدمات الساندة وخاصة موجات البرد القارس بدأت طبعاً تضرب هذه المخيمات ولذلك هذا أضافت تحدي آخر إلى التحديات الأخرى التي يعاني منها النازح الموصلي فاليوم طبعاً طالبنا مطالبة نيابية دستورية قانونية السيد الرئيس الوزراء العراقي وكذلك الرئاسات الأخرى السيد الرئيس الجمهورية والسيد الرئيس المجلس النواب بأن يتخذوا مسؤولياتهم التاريخية ويقفوا أمام هذه الكارثة الإنسانية هذه المسؤولية التاريخية وإعلان حالة الطوارئ في الوزارات الخدمية خاصة وزارة الصحة وزارة التجارة وزارة البلديات وباقي الوزارات الساندة لأن حقيقة العداد بدأت تزايت بالمقابلات وجد خدمة مجزية لهذا العدد الكبير والشيء الآخر الذي طرح نفسه بقوة وبشكل الضغط وهو العداد الكبير من النازحين من عفوا من الجرحة من محافظة دينوى أغلب الجرحة الذين شاهدناه في مستشفيات الأقليم طبعاً مستشفيات الأقليم قد امتلأت بجرحة محافظة دينوى الإصابات كلها إصابات طبعاً كبيرة هناك فقدان للأطراف هناك فقدان لمحجر العين فقدان للرؤية إصابات حبل الشوكي إصابات الدماء الجهات الخدمية يجب أن تكون لها تواجد أكثر فعلية في المستشفيات في نوقات استقبال النازحين في المخيمات يجب أن تحضر وزيرة السيدة وزيرة الصحة يجب أن نحضر صادر الوكالة المدراء العامين من أجل وضع ستراتيجيات وخطة أكثر فعلية عن ذلك الواقع لأنه حقيقة هناك كارثة نحن على وشك أن نشهد كارثة إنسانية كبيرة وأنا أدعو من خلال هذا المنبر إلى تدويل قضية المدنيين محافظة دينوى وأن تتخذ الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدول لمسؤولياته ويجب تدويل هذه القضية المهمة ترجمة نانسي قنقر